دلوقتي على مقار جريدة الجمهورية مع مرسلتنا وزميرتنا العزيزة النورهان طمان اللي هنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع وبالمناسبة هيكون كمان معها لقاء مع الأستاذ حسام الغربوي الكاتب الصحفي والنقد الرياضي في جريدة الجمهورية صباح الفل عليكي بصبح عليكي وعلى ضيفك العزيز وأرجوكي وانتي بتعبلي بقى مع الإنترويو عايزينك ايه تتكيلنا شوية كده على خبر يعني ملفت للأنظار جدا جيه فيه يعني جريدة ألمساء متأخرة أو فسخ العقد وكلام ده قبل أيام قليلة جدا من مباراة الزهاب ما بينهم وما بين النادي الأهلي صباح الفل عليكي تفضل لي سمعينك يا صباح الخير يا كريم وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان طبعا حالك زي ما قلت احنا هنا من مقر جريدة الجمهورية نتلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية وكمان معنا الناقد الرياضي حسام الغربوي للتعليق على أخبارنا ويمكن يا كريم فعلا من أول يعني الخبر الأول معنا هو من جريدة المساء أزمة داخل الترجي خمس لعبين يطالبون بمستحقتهم المتأخرة أو فسخ التعاقد طبعا ده قبل أيام قليلة تفصلنا عن مواجهة النادي الأهلي إن شاء الله في زهاب نصف نهائي الدوري أبطال أفريقيا واللي هتقام إن شاء الله يوم 19 من الشهر الجاري المساء يعني يمكن استعرض أزمة داخل فريق الترجي التونسي قبل المباراة وقال إنه فيه خمس لعبين بيطالبوا بالحصول على مستحقتهم المتأخرة وهم كل من بن شوئي والسلاسي الجزائري محمد أمين توجاي وعبد الرؤوف بن غيث وعبد الرحمن مزيان إضافة إلى الليبي حمدو الهوني يمكن طبعا كلنا منتظرين المباراة المرتقبة بين نادي الأهلي والترجي التونسي إن شاء الله اللي بنتمنى فيها التوفيق لنادي الأهلي بكل تأكيد ومن موقع أخبار اليوم يورو 2020 قوة إنجلترا تصطدم بطموحات كرواتيا وتشيك وسكوتلندا يمكن تقرير أخبار اليوم صلت الدوء على المجموعة الرابعة في بطولة يورو 2020 واللي إن شاء الله من المتوقع أو من المرتقب بإذن الله إقامتها يوم الجمعة المقبل المجموعة الرابعة بتضم إنجلترا والتشيك وسكوتلندا وكرواتيا ويمكن تقرير أخبار اليوم صلت الدوء على إنه التشيك فقط هي اللي اعتلت مناصة تتويج هذه البطولة في يمكن عام 76 لما كانت بتلعب تحت مسمى تشيك وسكوتلوفاكيا ويمكن تقرير أخبار اليوم قال أو أشار إنه إنجلترا بتصطدم بطموح التلات منتخبات البعية ومن موقع روسيا اليوم رولان جروس ديوغوفيتش ونادال إلى ربع النهائي بلغ الأسباني رافعيل ندال والصيربي نوفاك ديوغوفيتش ربع النهائي بطولة رولان جروس بعد طبعا مباراتين أقوية جدا خدوهم السنائي مساء أمس ويمكن كمان الأسباني تحديدا طبعا ندال بيحافظ يعني بيرايح له إنه هو يحافظ على حقوقه في انتزاع اللقب الـ 14 في البطولة الأشهر يمكن في عالم التنس وكمان يعني بيسعى لضرب الرقم القياسي للسويسري روجير فيدرر اللي بيتقاسم معه يعني عدد الألقاب بشكل عام وهو 20 لقب وبيسعى الأسباني إنه هو يحقق اللقب الـ 21 في تاريخه ونروح بقى لآخر أخبارنا تحسبا لي يعني رحيل رونالدو من موقع سكاي نيوز ثلاث لعبين على رادار يوفينتوس كشف تقارير رياضية إيطالية عن احتمالية رحيل النجمة البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد يعني انتهاء فعاليات يورو 2020 القادمة يمكن صفوف يوفينتوس أو إدارة نادي يوفينتوس بتبحث عن تدعيم صفوف الفريق حال رحيل البرتغالي ويمكن تقرير سكاي نيوز ذكر اللاعبين يعني من المتوقع أن هم يكونوا على رادار إدارة يوفينتوس في الأيام المقبلة وهم كل من موورو إيكاردي مهاجم فريق باريس سان جرمان والبرازيلي جابريال جاسوس مهاجم منشستر سيتي وبالإضافة إلى السربي دوسان فلاهوفيتش مهاجم فرونتينا الشاب طبعا معنا للتعليق على أخبارنا الناقد الرياضي حسام الغرباوي واللي هنبدأ معاه إن شاء الله في فقرتنا السؤال عن طبعا مباراة الأهلي والتراجي برحم بيك جدا يا أستاذ حسام أهلا بحضرتك وأهلا بجمهير الأهل العريقة يعني طبعا إن شاء الله بإذن الله نحن نبارك للأهل في الزهاب إن شاء الله يوم 18 وده لعديد من العوامل أهمها طبعا الأهل الحمد لله فاز بالنجمة السبعة في السور الأفريق وده طبعا إدالهم معنوية مرتفعة جدا سواء للعبين أو الجهاز الفني بقيادة موسيماني اللي بيسعى طبعا هو يحقق بطولها خمسة مع الأهل بعد طبعا أفضل النتائج معه نادي الأهل سواء الدوري أو الكاس وبطولات أفريقيا وثالث عالم فطبعا شيء طبيعي إنه هو هيبقى بيبحث عن فوز جديد وتدعيم مكانته وإمكانياته طبعا مع الفريق إحنا طبعا الفريق طبعا استعد استعداد جيد جدا للتراج التونسي من خلال طبعا هو مشاهدة بعض المباريات للفريق خاصة آخر خمس مبارات للوقوف على مدى تطور الفريق وأهم عناصر وأهم الأوراق الربحة وكافية مواجهتها ووضع الخطة بناء على ذلك موسيماني بعد ما حصل على النجمة السابعة طبعا منح اللاعبين بعض الراحة ثم استأنف التدريبات مع الفريق من خلال التدريبات بعض التدريبات الشقة طبعا يبدأ بمراحلها المختلفة وخط بعض المباريات الودية مع مصر التأمين وكان نتيجتها يعني في تعادل طبعا الوقوف على أهم العناصر عندنا مشاهدة بعض اللاعبين اللي هيرجعوا الخطة هيبقى شكلها إزاي الاعتماد على اللاعبين هيبقى شكله إزاي في المباراة القادمة إن شاء الله طبعا هو مناحهم راحة تانية بحيث أن هم هيعودوا لاستئناف تدريبات القوية طبعا ابتداء من يوم الخميس قبل السفر يوم 14 أو 15 قادم مواجهة نادي الأهلية أو مواجهة الفرق المصرية لفرق شمال أفريقيا دايما بيبقى فيها ندية كبيرة حالت شايف إن شاء الله المباراة هتكون إزاي شي طبيعي هي المباراة مش هتبقى سهلة ترجل تنس طبعا تاريخ كبير وليه يعني ليه يعني مني الأندية والفرق العريقة جدا طبعا واللي كانت بتبقى مغراتة تملي مع الفرق المصرية بتبقى قوية جدا طبعا ولليها ندية ولكن طبعا وده طبعا هيضف لهم النموة طبعا على أرضهم ووسط جمهورهم شيء طبيعي إن هيبقى في أفضلية ولكن طبعا الأهل نادي بطولات وطبعا بيحمل عناصر قوية جدا طبعا أغلاء كثير منهم محترف طبعا فشيء طبيعي الضغط النفس هم متعودين عليه تماما طبعا إلى جانب أن الجهاز الفني بيساعد بعض الجلازات النفسية اللاعبين ومنحوهم الروح المعنوية العالية فإن شاء الله هتخطى كل ده بالتركيز من خلال طبعا تدريب على الأرض الملعب هناك الأجواء بيخشوا في الأجواء بيدرسوا منافس بشكل جاي الشيء طبيعي يكون دفع معنوية قوية للفوز بمرأة إن شاء الله نروح للخبر الثاني معنا والحديث عن يورو 2020 دي طبعا بطولة لها جماهير كبيرة جدا في كل أنحاء العالم يعني خلينا لو نكلم شكل محدد عن منتخب إنجلترا نحن قدام منتخب أو قدام أقوى دوري في العالم ولكن دايما بيكون فيه انتقادات كبيرة جدا حول الأداء الدولي شيء طبيعي إن ما فيش فريق في الدنيا أو لاعب مهما كان قوته إن هو بيمشي بشكل واحد أو بقوة سابتة يعني شيء طبيعي بيت تتغير القوة سواء للإصابة سواء لزور فرق أقوى أو تطورها الطبيعي ودي حلاوة كرة القدم حسن يعني أنا أقصد برضو تحديدا الفرق ما بين الدوري والمنتخب هل قوة الدوري يعني المفروض أنه يتأثر إيجابي على المنتخب ولا بس إحنا مش شايفين دمع إنجلترا لا هو المفروض يحصل ده لأن شيء طبيعي إن الدوريات والاحتكاك فيها بيد قوة وخبرة كتيرة للعبين المنتخب ولكن طبعا هي دي كرة القدم وأكيد طبعا بيبقى بيرجع للفكر الجهاز الفني والمدير الفني المسؤول عن الفريق وده طبعا يا إما بيكمل يا إما طبعا الإدارة بتشوف أن هي ممكن تفسخ التعاقد معه بحيث نتحقق أفضل النتاج إحنا بنشوف أنجلترا حققت أفضل مركز ليها سنة 96 هو المركز الثاني وبتسعى بقوة دلوقتي اللي هي تعود تاني للشباك أو للقوة الجماهرية من خلال طبعا العداد الجايدة هي قابلة النمسا وعملت ميبراتين والديتين مع النمسا وفيه فريق ومع رومانيا طبعا هي كسبة 1-0 بحيث أن هي ترجع بقوة إن شاء الله مع انطلاق البطولة ونتمنى لأن طبعا إنجلترا هي أصل كرة القدم وهي طلعت منها ونتمنى طبعا لكل الفرق إن شاء الله تبقى بنفسه القوة نديها عشان نستمتع وده إحنا طبعا نتمنىها عندنا في الدورة إن شاء الله يعني هو بعض أراء الجماهير أو النقاط الرياضيين شايفين أنه استقدام اللاعبين أو قوة الدورة يعني يمكن بتضعف أحيانا من قوة المنتخب أنت يعني حدرك معه ولا دي؟ الثاني معلش اللي هي أنا طبعا هي أي شيء بيدي قوة أو بيفيد ما هم ما فيش حد بيستقدم لعب إلا إذا كان هو هيفيد أو أنا عندي نقص في مركز معين زي ما بيحصل مثلا مع رونالدو اللي إذا كان هيمشي أو هيرحل أو هينتقل فرق تاني شيء طبيعا أنا عايز أشوف البديل وهي دي كرة القدم والاحترافية هي لفتحة الشباكل ده والاحترافية كان أساسها أصلا لزيادة قوة الفرق والمنتخبات على مستوى العالم عشان نشوف يعني ندية وتنفسية أكبر ومن خلال ده كله إحنا طبعا بنلاقي في اقتصاده بنلاقي في إعلامه بنلاقي في حاجات كتيرة قوي بتقوم إلى جانب ده فشيء طبيعي ده شيء إيجابي من وجهة نظر طيب آخر أخبارنا كان عن رونالدو واحتمالية رحيله عن صفوف يفينتوس يمكن ما حققش في المستوى البطولات غير كأس إيطاليا يعني بعض الجماهير كانت عقد أمال كبيرة جدا على وجود رونالدو تحديدا لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا حريك شايف من وجهة نظرك يعني رونالدو لو يعني رحل عن يفينتوس إيه الوجه الأفضل طبعا هي الناس طول عمرها رابط ما بين رونالدو وريال مدريد يعني الناس حبت ريال مدريد من خلال رونالدو لأنه طبعا لعب متميز جدا ومن ضمن أيقونات اللعبين المهر على مستوى العالم اللي بيبقى فيها متعة وقصارة بصراحة وبيقدر يغير النتائج المباريات في أقل من دقائق طبعا فشيء طبيعي أن الناس كلها هتبقى حب أنه ينتقل لريال مدريد وإن كان في بعض التوقعات أنه يروح باريس سان جيرمان ولكن طبعا إحنا دي هنسيبها لأن ده بيبقى فيه التنافسية في استقدام اللاعب أو الاقتناصه بتبقى قوية جدا من خلال الضغط المالي أو الجهاز الفاني أو مجلس الإدارة هينجح فيه إرضاء اللاعب ماديا ومكانيا ومعنويا شيء طبيعي أنه هو هيقدر يحصل على خدماته إلى جانب رغبة اللاعب نفسه يعني ممكن اللاعب نفسه يبقى خلاص أنا رايح هنا معنويا أنا عايز أروح أو أشوف فريق تاني أو أجرب حزوزي مع فريق تاني فشيء طبيعي أنه هتوقف برضو على اللاعب ووجهته وفي نفس الوقت طبعا يوفينتوس بيبحث زي ما حضرتك تفضلت وقلت أنه فيه مهاجمين تانين ومقدمتهم مراتة طبعا هم عايزين يستقدمات عقده سواء كان رحل رونالدو أو لا وطبعا فيه نتيجة طبعا بعد المهاجمين الآخرين زي إيقارديو زي ما حضرتك قلت يعني إيقارديو وجيسيوس وبعض المهاجمين الآخرين هم ممكن يعوضوا الفارق وإن كان طبعا هو دلوقتي هيبقى مشغول في الفترة برضو القادمة عشان مع منتخب منتخب وعشان كاس الأمم متأجن من العامل الفوضي فطبعا نتمنى له التوفيق إن شاء الله أستاذ حسام الغرباوي بنشكحيك جدا في وجودك معنا على شاشة قناة النادي الأهلي شكرا 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 بالعودة مرة أخرى لك يا كريم وده كان يمكن تعليق أستاذ حسام الغرباوي النقد الرياضي بجريدة الجمهورية على أخبارنا شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو احنا البنط